إذا سألنا أي إنسان كيف يفضل يعيش مثل مجدودنا كانوا عايشين أم كيف نحن عايشين اليوم جواب ما رح يكون كتير صعب سيارات وطيارات مكيفات ما بتخاف من الحيوان يقتلك ولا بتخاف ما تلاقي شي تاكله أم تشربه أم تموت من القلة هيدا غير طبعا تليفزيونات موبايلات بلاي ستيشن أهم من هيك واحد بيحكي عن صيدليات مستشفيات جامعات مدارس كهرباء كل نمط حياتنا الحالة بيختلف عن مئات ألاف سنين من الحياة البشرية بكلمتان سهولة الاستهلاك كل حاجات الناس صارت مأمنة على قليلة لأغلب الناس وهيدا شيء استثنائي بتاريخ البشرية على أيامنا نحن عم نعيش شيء لحد أقل من 60 أم 70 سنة ما كان البشر قادرين حتى يتخيلوه أدما نستالجيا تجي ناس تقول أنه والله أيام زمان كانت أفضل أدل كتيري على العكس مثل أنه البشرية كلها من أول إنسان على الأرض لحدية بداية العشرينيات من الأرض الماضي وصل نموها لصارت أقل من مليارين نسمة وبأقل من 100 سنة هالمليارين صاروا أقل شوية من 8 مليار طيب كيف أخدنا مئات ألاف سنين لنصير مليار وأقل من 100 سنة منصير 8 مليار نسمة وكيف معدل العمر قبل الوفاة بالدول المتقدمة من 100 سنة كان حوالها 53 سنة وب100 سنة تخطي 83 بالدول نفسها أسباب كتيري بس الأساس أنه على العكس كل تاريخ البشرية وقت كنا الاقتصاد ممكن وصفه بإدارة الندرة لندرة الموارد وإمكانيات الوصول لقلها من البشر تحولنا لإدارة الوفرة اللي ممكن ببساطة عينها من كم السلعة الفائدة بالسوبرماركت أما المول أما كل السلعة اللامتناهية اللي قدامنا أونلاين طيب مامتاز الحياة حلوة يعني خليني سكر هالفيديو لكي نروح على السوبرماركت بركبيشة غراضان كنت رحت لو ما في مشكلة بين كل هالأغراض المكدسة وين ما كان حدنا المشكلة إنه بهالمية سن اللي ما رأيت نحن وعم ناكل أكتر ونعيش أطول وأسهل وأسرع ويمكن عم نجيب ولاد أكتر تحولنا من ناس منستهلك لنعيش لناس بتعيش لتستهلك وورا هالقصة في كلفة بدأت تندفع وهالكلفة يمكن ما يكون معنا سعرها إذا تخطينا ما يحكى عما قبل التاريخ يعني آلاف سنين قبل توصل الإنسان للكتابة لا يصبح تاريخه مسجل واللي كان فيها الإنسان فعليا بيستهلك شو بيتوفر لأله من أكله وشرب بهدف البقاء على قيد الحياة الاستهلاك والتملك ما كان بس هدفه تأمين الحاجات للعيش بل كان وحدي من أبرز علامات المقام أم الموقع الاجتماعي لهالسبب منشوف بالأفلام ومنقرأ بالكتب التاريخية شخص بيلبس هاك وشخص بيلبس هاك وبنقدر نعرف مين بموعع سلطة ومين لا مين إمكانياته المادية أفضل ومين أسوأ ونفس الشي طبعا بالأكل وبالبيت وأساس البيت وغيرة هالمقامات الاجتماعية كانت مهمة لدرجة أنه بفترة من الفترات صارت مقوننة خصوصا وقتصارت بعض السلع متاحة أكتر وأكتر للعموم مثلا بنورنبرج اللي هي بألمانيا اليوم بالقرن الرابع عشر كان يسمح فقط للأريستقراطيين يعني المتحدرين من أنساب مميزة وقتها ورجال الكنيسة ومن يعملون فيما سمي وقتها بالمهن المحترمة مثل المحامين كان يحققلهم يلبس الحرير الفرو اللقلق سلاسل الدهب وغيرة وكلما رحت التجارة تزدهر وندرت السلعة تقل وتصير متوفرة لناس أكتر صار في ناس من خارج جماعة الأنساب أم الكنيسة أم المهن المحترمة مثلا تلبس حرير أم فرو مقابل هالشي زاد تمسك النخب الحاكمة ببنى الهرمية الاجتماعية ولحمايتها الهرمية زادت التشريعات اللي سميت وقتها قوانين الفخامة وللبي خلفها العقوبة مانا بسيطة مثلا عام 1574 سجن خياط في لندن لارتداء السروال مبطن بالحرير وأميص أطرافها مخياطة بالفضة وهذا الشي خلافا للقوانين بس غير الأوانين اللي هدفها حفظ تراتوبيات المجتمع قصراً حتى بالأمور الرمزية كل الفترة السابقة لهالأحداث وصولاً لإلى كان الموقف الأخلاقي من مظاهر الإسراف بالاستهلاك أم استهلاك سلع بعادي عن السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة موقف سلبي من أفلاطون وأرستو للي وصفوا الترف بأنه بيفسط الأخلاق وبأدي للكسل لموقف الديانات السماوية اللي عندها نظرة سلبية أيضاً من الغرق في المادية حتى للبودية اللي كانت ترفض التعلق بالممتلكات كيف تحولنا من هاك لهاك يعني كيف تحولنا من النظرة السلبية للاستهلاك لما شاهد بالدل على التغول بالاستهلاك وعرض هالاستهلاك للناس يشوفوه ازدهار التجارة بين الدول نمو طبقة مقتدرة مالياً غير الأريستقراطية بنتيجة هالتجارة وفرة أكبر بالعرض لسلع أرخص وأكتر تنوعاً بنتيجة نشاط تجارة الرق ومن بعد الثورة الصناعية والتطور العلمي بمقابل ذلك وفرة أكبر بالطلب بنتيجة بدء انتشار العمل بأجر لعدد أكبر من الناس هالتطور بالإنتاج والتطور بالقدر على الاستهلاك اتزامن مع حدث آخر هو بداية ثورة الإعلان والتسويق ومن أول من أطلق هالثورة بالقرن الثامن عشر صانع فخار إنجليزي اسمه جوزايا واتشوود من خلال اعتماده الأولي على معظم طرق والحياة للمعتمدة لليوم عبر الإعلان والتسويق مثل التمييز بين المنتجات إجراء أبحاث تفصيلية لسوق المستهلكين شيء من خدمة الزبون الزاتية سياسة استرداد الأموال إذا لم تكن راضن النقل المجاني الكتالوجات الخصومات خصومات للطلبات الأولى وتقريباً كل شكل من أشكال الإعلانات اللي كانت ممكنة وقتها مثل البطاقات التجارية لافتات المتاجر إعلانات الصحف والمجلات اللي كله تطور لليوم يصير شيء اسمه براندينج كل هالتقنيات صارت تطور مع الوقت وبالقرن التاسع عشر كان أبرز الاختراعات بين مزدوجين الواجهة الزجاجية للمحلات اللي خلقت نوع من تكسيف لعلاقة المستهلك مع المنتج بس التحول الكبير صار بالقرن العشرين انتشار السيارات بين الناس زاد من إمكانية التنقل السريع للمستهلكين وتطور الطيارات والسفن البحرية سرعت انتقال السلع بين الدول ومن جهة تانية انتشار الراديو والسينما ومن بعض التليفزيون أدخلت دعاية والتسويق بمرحلة جديدة وعام 1958 جاءت الكريدت كارد لتسهل عمليات التحويل المالية والإدراع الدفع والاقتراض والدول أصبحت داعم أساس لعمليات الاستهلاك بما أنه الاستهلاك بأول محال التجارية اللي رح تطلب بضاعة أكتر وبالتالي تأول صناعة اللي رح تنتج بضاعة أكتر كل هالعملية رح تخلق وظائف أكتر لتأمين الطلب المتزايد وعن تأمين وظائف أكتر بتقوى الإدراع الشرائية عند الناس أكتر فبيصيروا يطلبوا بضاعة أكتر ومن جديد الدورة بتبرم عن جديد ولذلك استثمرت الدول بمد الطرقات وإنشاء الجسور لتسهيل الحركة بين المناطق وتخفيف كلفة التنقل وحتى شبكات الرعاية الاجتماعية من التأمين الصحي لمجانية التعليم بالمؤسسات الرسمية وغيرها كانت بالفعل عم بتعزز الإدراع الشرائية للناس لاستهلاك مزيد من السلع والخدمات نقطة التحول من الاستهلاك كنشاط لابد منه لأي إنسان إلى مجتمع استهلاكي حيث يصبح الاستهلاك أهم فعل اجتماعي واقتصادي للإنسان اجعى مرحلتان الأول بعد الحرب العالمية الأولى والتاني بعد الحرب العالمية الثاني واتنيناتهم بالولايات المتحدة الأمريكية تحديدا قبل ما ينتشروا وينما كان بمعظم تاريخ البشرية المشكلة بعملية الاستهلاك هو ندرة العرض من السلع اللي بيطلبها المجتمع ولكن بعد الحرب العالمية الأولى وجدت الولايات المتحدة نفسها بتحمل فوائد مالية كبيرة من جراء عدم بلوغ الحرب أراضية وأرباح من بيع أسلح على دول أوروبية دمرت قواها الإنتاجية وقدرتها الشرائية بشكل كبير من جراء الحرب مع الفائد المالي وتحول بعض الصناعات العسكرية لصناعات تجارية مع انتهاء الحرب وهالصناعات التجارية صارت أسعارها تنخفض لتكون متوفرة أكتر لكتير من الناس صار تحول تاريخي بأنه إنتاج السلع والخدمات أصبح أكبر بكتير من الطلب عند الناس لتلبية حاجاتها هالشي هيك بنظرة إنسانية مبسطة أو مثالية أمر ممتاز لأن إذا فيه إنتاج أكتر ما فيه ناس عم تطلب سلع لتستهلكها يعني قدرنا نكفي حاجات كل الناس بس اقتصاديا بالنسبة للشركات الصناعية والتجارية والمالية الكبرى هذه كانت مشكلة لأن إذا الطلب على الإستهلاك ما بيضل يزيد ويزيد ويزيد ما بتزيد الأرباح لبل الخوف أنه يصير العكس تحت مبدأ العرض والطلب إنه إذا فيه سلع كتير وطلب علي قليل بقتنخفض أسعار السلع فبتقل أرباح الشركات والاقتصاد بيصير مهدد بدل ما ينمى يتقلص بس كيف فينا نبيع أكتر إذا الناس تأمنت حاجاتها من السلع هون دخل أدورد بورنيز لمعالجة المشكلة مع تدخل أدورد بورنيز بلش التحول الكبير بعلاقة البشرية بالاستهلاك مين هو أدورد بورنيز؟ أدورد بورنيز هو نمساوي أمريكي وبيكون ابن شقيقة سيجموند فرويد بعتقد سامعين فيه طبيب النمساوي اللي يعتبر مؤسس التحليل النفسي بورنيز من جهته يعتبر مؤسس الشيء المسمى اليوم بالعلاقات العامة أو الببليك ريليشنز اللي كان يسميه هو بأول مسيرته باسم أقل بريقا خلينا نقول وهو بروباجاندا يجب أن يكون أقل بريقا خلينا لأنهم يستعملونها لذلك ما أفعل هو أن أحاول أن أجد بعض أقلات أخرى لذلك نجد أن نجد أقل بريقا خلينا على علاقات العالمية وبالفعل عام 1928 أصدر كتابه شديد الشهرة بوقتها عنوانه بروباجاندا ولتعرفوا شوية عن شهرته بالمجال بكفوا تعرفوا أنه هتلر عرض عليه العمل معه مع الحزب النازي لإدارة البروباجاندا النازية وقت رفض العرض جوزيف جوبلز وزير الدعاية في حكم هتلر بوقتها اعتمد كتاب بورنيز كمرجع واستخدم تقنياته شهرة بورنيز بالمجال وصلت ليطلق عليه ألقاب كبيرة مثل قبل روحي للبروباجاندا مؤسس العلاقات العامة ومكيافل للقرن العشرين ليه عم نحكي عن بورنيز بسياق الحديث عن الاستهلاك لأنه بورنيز هو الشخص اللي قرر استخدام تقنيات البروباجاندا ودمجه مع الاكتشافات اللي وصل لعلم النفس بالدعاية والتسويق وعالم التجارة والشركات المهم الأساس اللي تقدم لحلها بعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي كان المشكلة اللي ذكرنيها من شوي أنه لأول مرة القدرة على الصناعة وإنتاج السلع أصبح أكبر بكتير من الطلب على هذه السلع بورنيز اعتبر أنه حل هالمشكلة على الشركات والصناعات وغيرها بيبلش بإعادة تعريف الاستهلاك متأثرا بأعمال خالو فرويد بالإضافة إلى عالم النفس الاجتماعي جوستاف لوبون وكتابه سايكولوجيا الجماهير قال أنه مشكلة الدعاية التجارية المعتمدة أنه عم تسويق لمنتجاتها كمنتجات تلبي حاجات الناس لوقت لازم تتقطع فكرة ربط الاستهلاك بتأمين الحاجة إذا بدأت بيع أكتر والسبب أنه حاجات الناس محدودة بالنهاية بالنسبة لبورنيز الإعلان والتسويق والدعاية لازم يستهدفوا رغبات الناس بدل حاجاتهم لأن إذا كانت الحاجات محدودة إشباع الرغبات شي غير محدود وليكم نص من بورنيز لشرح الفكرة أكتر لقد أظهر علماء نفس مدرسة فرويد أن أفكارنا وأفعالنا هي بداء التعويضية للرغبات التي كان علينا قمعها بعبارة أخرى يحصل أحيانا أن نرغب شيئا معين ليس لأنه ذو قيمة أو فائدة في جوهره ولكن لأننا في لاوعينا نرى فيه رمزا لشيء آخر لا نجرؤ على الاعتراف به لأنفسنا بأننا نرغب به ربما يعتقد الرجل الذي يشتري سيارة أنه بحاجة إليها للتنقل ولكن في أعماقه قد يفضل عدم إثقال كاهله بهذا الشيء ويعرف أنه من الأفضل المشي للبقاء بصحة جيدة رغبته هذه بالحقيقة تنبع من كون السيارة هي أيضا رمز للمكانة الاجتماعية ودليل على النجاح في العمل وطريقة لإرضاء زوجته هذا المبدأ العظيم القائل بأن أفعالنا تحددها إلى حد كبير الدوافع التي نخفيها ينطبق على علم النفس الاجتماعي بقدر ما ينطبق على علم النفس الفردي لذلك يجب على الدعاية الحريصة على النجاح أن تفهم هذه الدوافع الخفية دون أن تكون راضية بالأسباب التي قدمها الأفراد لتبرير سلوكهم من هون بدأ بورنيز العمل على استخدام الدعاية والتسويق لصناعة حاجات عند الناس قبل ما كانت هالحاجات أصلا موجودة مفهوم سميه بورنيز engineering public consent أو العمل على هندسة الموافقة العامة من خلال التلاعب بالرغبات المدفونة بلا وعي الإنسان وشباعة عبر استخدام السلعة اللي بده يبيعها كرموز لهالرغبات بالعشرينيات هو رجم بورنيز عم بيتصاعد بتكلفه شركة بيتش نوت باكن كو لمساعدتها بتحسين مبيعاتها من البيكن وبدأ بالعمل على الموضوع بأبحاث عن سلوك الأمريكيين بالأكل ولاحظ أنه الأغلب الأعمم للأمريكيين كانوا يتروقوا ترويقة خفيفة فقص الطبيب وطلب منه يعملوا دراسة عن أيهن صحة أكتر ترويقة الخفيفة أم الترويقة الدسمة وبالدراسة النتيجة أن الترويقة الدسمة أفضل لتخزين الطاقة لنشاط أكبر باليوم ومن الأمس اللي عن ترويقة الدسمة بيذكر على سبيل المثال البيكن بعدها بيطلب من الطبيب يأمن توقيع 5000 طبيب أمريكي آخر على الدراسة بعد تأمينهم بيشتغل بورنيز على نشر مختصر عن هالدراسة وذكر البيكن فيها بأغلب الصحف الأمريكية اللي بالعشرينيات كانت الوسيلة الأعلمية الأقوى طبعا وإز بتبلش ترتفع مبيعات الشركة من البيكن وأكتر من هيك صارت مع الوقت الترويقة الأمريكية الأكثر انتشارا واسمها لليوم معروف بالأول أمريكين براكفست بس الحملة الأكثر دهاءا هو اللي حضرها بورنيز لشركة لاكي سترايك للدخان واللي فيها بتتجلى تقنيات بورنيز بالتلاعب بالرموز الاجتماعية واستغلال الرغبات الدفينة لبيع سلعة سنة 1927 تطلب لاكي سترايك من بورنيز اللي إيه لحل لمشكلتان عنديها الأولى طبعا أنه مبيعات الشركة بحاجة لتحسين وتحديدا عند النساء وخصوصا أنه التدخين عند النساء وقتها كان من الأمور اللي مش كتير مقبولة اجتماعيا التانية أنه تغليف علبة الدخان للشركة اللي كان وقتها أخضر كان منه على الموضة بس بنفس الوقت تغيير التغليف بده يكلف الشركة أموال كتير منه متحمسة تدفعها أول شيء قام في بورنيز هو إقناع عدد من مصممي الأزياء لأدخال اللون الأخضر بتصميمات الموسم وعمل حفلة كبيرة بأحد أفخم الفنادق الأمريكية دع علي عدد كبير من المشاهير والعاملين في عالم الأزياء مع تفصيل صغير أنه الثيم أو السمة للحفلة هو ارتداء الجميع لللون الأخضر طبعا كانوا المصورين حاضرين طبعا تصورت الحفلة طبعا نشرت بمختلف الصحف وأز الأخضر بيصير علموضة وأز علبة الدخان صارت جزء من الموضة أما لمعالجة المشكلة الثانية والتبوح حول المرأة المدخنة قرر بيرنيز استخدام قضية حرية المرأة فالتدخين كل عمره مرتبط بالرجل والمساواة بها الحالة تترجم بالمرأة المدخنة أم بتعبير أفضل التدخين يرمز لتحرر المرأة ومساواتها مع الرجل واستخدم سلوجن للإعلان أو مشاعر الحرية مثل اللي بتحملها المرأة بتمثال الحرية وبما أنه بعد الحملة مجردة دفع بيرنيز مال لمجموعة من النساء للمشاركة بتظاهرة ولكن هنيوا عم يدخنوا وأخذ إلهم صورة ونشروا وين مكان وإز هندسة الموافقة العامة أم القبول العام تمشي ترتفع المبيعات وبتعلى نسب النساء المدخنات وهيك دخلنا كبشرية بطور جديد وتحولنا من رأس مالية الإنتاج لرأس مالية الاستهلاج بتبين جملة معقدة رح نرجع لها بعد شوي لنشوف شو معناتها بحقيقة حياتنا هي منا معقدة هالأد هو فعليا التحول من وجود لزكرناه من شوي لبيرنيز بوقت الأول كان التسويق والإعلان عنده عم يستهدي في حاجات الناس إجه التاني ليخترع حاجات منا موجودة وهيك تحولنا من مجتمع بيستهلك لمجتمع استهلاكي يعني مجتمع بتتحدد الإيميل الاجتماعي لأفراده بحسب إدراته على الاستهلاك وبتتشبع رغباته النفسية بالاستهلاك مع التلفزيون والكمبيوتر والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديوهات على الطلب تعولة متى الرمزيات اللي بتشبع هالرغبات لتوصل الماركة مثل جوردن مثلا تبيع ببقية العالم أكتر مما بتبيع بأماركا نفسها وإذا كانت تقنيات بيرنيز من مئة سنة هالقد متطورة بين مزدوجين أي تقنيات دعائية أساسة الاتكاء على العلم النفس اليوم استهداف الناس أصبح أعمق بمئات المرات من علوم الأعصاب الإدراكية والشغل العلمي لفهم الدماغ كيف بيشتغل أي ألوان بتلفته أكتر كيف بيتفاعل مع تعابير معينة مع رواقح محددة العين شو أول عنصر بتتجهله باش تشوف صورة ومع الزكاء الاصطناعي وألجوريذم مواقع التواصل لقدر على معرفة اهتمامات كل إنسان ورغباته ومحركاته الداخلية حتى قبل ما هو يعرفها صارت متوفرة من هون بتبلش المشكلة أو المشاكل أو المشاكل اللي بيوصفها البعض باستغلال رغبات الناس الدفينة للشركات تحقق أرباح وأموال واللي بينتج عن هالقصة من علاقة إدمانية مع الاستهلاك لما أنه الاستهلاك بالحقيقة ما رح يحقق الرغبات بل رح يشبعها لبعض الوقت فقط رح تحتاج جرعة استهلاك جديدة من بعد ما يروح مفعول الجرعة الأولى والثالثة بعد الثانية ورابعة بعد الثالثة وهون بنرجع للجملة المعقدة اللي جبت سيريتها من شوي تحول بالنظام الرئاسمالي من نظام الرئاسمالي محرك الأساس الإنتاج للنظام الرئاسمالي محركوا الاستهلاك لشرحة بنبلش أنه في الطور الأول للنظام الرئاسمالي كانت واحدة من نقط انتقاد كارل ماركس إلو باعتبار أنه هالنظام عم يسلخ العامل عن نتاج عمله فإذا كان الحرة في قبلها بينتج سلعة وبيحصل على كامل مردود باعة اليوم صار موظف انتاجه بينباع من قبل الشركة اللي بيشتغل فيها وبيحصل هو على أجر ما بيتحدد بناءا على حصته من الانتاج بل على معدل الأجور بسوق العمل وإذ تحول هو لسلعة مثل المنتج اللي عم ينجو تتحدد قيمته بسوق العمل وأثر هالعملية سميها ماركس بتعرض الناس العاملة في ظل الرئاسمالي للاستلام أو الاغتراب عن إنسانيتهم مع التحول بالتجاه رئاسمالية الاستهلاك بيقول الفيلسوف الفرنسي جان بودريار أنه الرموز المؤثرة بالمجتمع أو أبطاله تحولوا من أبطال الانتاج أكانوا صناعيين مثل هنري فورد أما أبطال الاستعمار أما أبطال الاكتشافات والأثرياء وصولاً لأيامنا اليوم اللي عم بيكلوا بأغلى مطاعم يلبسوا أجدد اتياب بيسوقوا آخر مودال سيارات وهون صار الانتقاد للمتحور الجديد للرئاسمالية أنه اختراب الإنسان أم غربته عن إنسانيته حولت أسبابه من وقت ما تم تحويله من آلة للإنتاج بالمناجم والمصانع القديمة ليوم تحويله إلى آلة للاستهلاك المفرط لأمور فعلياً هو منه بحاجة لألة مثل مثلاً بال2017 بالولايات المتحدة الأمريكية مجموع الإنفاق الاستهلاكي على المجوهرات السعات الأمتعة والموبايلات كانت 240 مليار دولار وهذا الرقم هو ضعف شو كانت عليه قبل ب15 سنة عام 2002 رغم أنه عدد السكان ارتفع فقط 13% ومن الأمثلة على هالموقف الراديكالي قرار الاتحاد السوفيتي مثلاً اللي أصلاً هو رافض لاقتصاد السوق والرئاسمالية منع تدريس الإعلان والتسويق بجامعاته لأنه الإعلان والتسويق بالنسبة إله هو إقناع الناس بشراء أمور منهم بحاجة إله لأن لو هن بحاجة لإله رح يشتروها من دون الحاجة لا لأعلان ولا للتسويق طبعاً الجواب على هالانتئاد هو أنه الإنسان منه مخلوق حاجات فقط بل هو مخلوق رغبات أيضاً ومعارضة سعي الإنسان لأشباع رغباته هي معارضة للطبيعة الإنسانية وهي ده أحد أسباب فشل التجربة الشيوعية بس اليوم الأخطر مش موضوع سعي الإنسان لأشباع رغباته بل التلاعب بغرائز الناس واستسارة رغبات ما كانت رح تكون أصلاً عنده مثل وقت مليارات من الدولارات بتندفع مع زكاء إصطناعي والدراسات واستهداف لوعي الإنسان من خلال محترفين بالدعاية والتسويق وقتهو كلهم يستهدفوا دماغ طفل ما عنده حد أدنى من الدفاعات الناجي لتقاوم التلاعب بعواطفه وغرائزه عام 2021 تعرض كل إنسان بمعدل بين 6,000 و 10,000 إعلان كل يوم من التلفزيون للتلفون والأبس اللي عليه ليوتيوب اللي أكيد أنتو عم تحضروا هلأ هيدا الفيديو قطعكم كزا مرة بإعلان لإعلانات عالطرقات وماركات اللي على الكتياب وغيرها هالرقم اللي وصلنا له سنة 2021 هو ضعف شو كنا نتعرض له من إعلانات سنة 2007 و 12 مرة أكتر من السبعينيات واضح مستقبلاً لو نراحين وقتها الولد عم بيربى من الأصل على أنه بالاستهلاك بيعبر عن نفسه وبيكون هويته بالمجتمع وبيشبع رغباته بيصير كل حياته مثل الهامستر اللي عم بيركد جوا دولاب عاد ما يركد هو فعلياً بعده محله ونحنا عاد ما نستهلك فعلياً بعدنا نحنا ما تغيرنا المشكلة الثانية هي المشكلة البيئية واضح أنه كل ما نستهلك سلع أكتر كل ما في سلع أكتر رح تهلك وبالتالي لازم تنكبش محل المشكلة بتضاعف وقتها المستهلك بحاجة يشتري سلع أرخص ليقدر يشتري سلع أكتر ساعتها المصنعين عليهم يخففوا كلفة الإنتاج بسلع أرخص بس نوعيتها أقل ومشان هيك أماتنا بيضلون يخبرون عن الغسالة اللي إلها 30 سنة بعضهم بيستعملوها هي ذاتها بينما نحنا هيك خبرية ما رح نقدر نخبرها لأولادنا على أيامنا لأن الغسالة الأرخص ما بتخدم 20% من الوقت اللي كانت غسالة أمنا تخدموه ومن نتيجة السلع الأرخص تهلك أسرع وكميات النفايات تضاعف أسرع والإنتاج الأكبر بحاجة لمصانع أكتر ونقل بالجو وبالبحر وبالبر أكتر ومحلات تجارية أكتر ومولز أكتر وكل هالأمور طبعا تقسيراتها الصحية كبيرة وأيضا تقسيراتها على احتباس الحرارة اللي إذا ما تعالج اليوم بيدفع أولادنا كلفته على أيامهم كل هالمشاكل تطرح سؤال كبير عن قديش نمط حياتنا اليوم مستدامة خصوصا إذا ضفنا مشكلة إضافية مصدرة نعمة اللي عم نعيشها واللي بلشنا الفيديو بالحديث عنها راحة الحياة سهولة التواصل والتنقل تحسن الطبابة والتكنولوجيا وفرة السلع والخدمات كلها من أهم أسباب الانفجار الديمغرافي على الأرض بنتيجة هالشيء المتوقع بعد 20 سنة يكبر حجم الطبقة الوسطى بـ 3 مليار إنسان جديد وبالتالي من اليوم للـ 2060 نضاعف استهلاك مواردنا الطبيعية اللي عم نستهلكها اليوم والمشكلة الأخيرة هو المشكلة اللي راح يوصلنا لعالمنا العربي بشكل عام فعليا انتشار شكل المجتمع الاستهلاكي بالعالم هو استيراد للفكرة بالشكل والمضمون من الولايات المتحدة بداية والولايات المتحدة نجحت بهذا النموذج ع صعيد اقتصادة لأن بالقرن العشرين وخصوصا بعد انتهاء الحرب العالمية التانية كان أساس القدرة على تأمين الاستهلاك هو من خلال الآلة الصناعية الأمريكية على الصعيد الاقتصادي إذا استهلاكك هو لسلع بلدك عم ينتجها هذا خبر حلو لأن ببساطة حركة أموالك ما عم تخرج برات بلدك بس حتى الولايات المتحدة الأمريكية مع كل قوطة الصناعية والإدراءة الشرائية لمواطنيها صارت تستورد أكتر ما بتصدر بستينيات القرن الماضي بنتيجة عودة الاقتصاد والإنتاج الأوروبي لمستويات ممتازة بعد ترميم كوارث الحرب العالمية التانية وبنتيجة طبعا تحرير الاقتصاد وعولمته بس يمكن الولايات المتحدة الأمريكية تكون البلد الوحيد بالعالم اللي قادرة تعيش بعجز تجاري تجاه الخارج وتراكم ضيون من نحو 70 سنة ويبقى اقتصاده وموقعه السياسي بمكانه يعني لما نروح لبعيد لبنان جرب تجربة الولايات المتحدة استيراد دايما أكتر من التصدير وبالتالي خروج مال أكتر من دخوله على البلد كم سنة لقدام وعرف البلد واحدة من أكبر الانهيارات المالية بالعالم والنمازج كتير من اليونان لإيطاليا لإسبانيا شو الفرق بين أمريكا والبقيين؟ ببساطة انه أمريكا عملتها الدولار وقادرة تطبع منه قد ما بده بلا ما يصيب عملتها انهيارات كبيرة بقيمتها لأنه الدولار عملي عالمية على عكس الليلة اللبنانية مثلا ولها السبب التقديرات الأمريكية بتقول انه نحو 70% من الدولارات الورائية الأمريكية هي خالج وليات متحدة أصلا بدول أخرى فإذا حطينا النموذج الأمريكي على جنب لخصوصيته بيصير واضح انه على صعيد الاقتصاد الاستهلاك جيد وبيخلق نموه إلا إذا كان استهلاك بغالبه لسلعة من استوردة من الخارج مقابل أموال بنا نحولها لبرة ساعاتها بتصير الدولة مع تمدي عدول أخرى لتأمين حاجات مواطنية لحدود ما يبطل معها مال كافي وتنهار قدرتها على الاستيراد وبالتالي بتنهار قدرت مواطنيها على الاستهلاك غير الحالة اللبنانية الأمت الكتيرة وأبرزها الوضع الاقتصادي حالياً بمصر ووقت الانهيارات بتصير الحاجة للمساعدات الخارجية بعد أكبر وبصير الخطر أكبر من زديات تبعية هالدول السياسية للأطراف اللي رح تأمين هالمساعدات بس أرقام الاستهلاك الأكبر هي بالخليج وأبرزها بين المملكة العربية الصعودية والإمارات مع صعوبة معرفة معدل الاستهلاك الفرد أرقام الاستيراد بتفرجناه مؤشر إذا حسبنا السلعة الاستهلاكية بالإضافة للسلعة الغذائية والإلكترونيات غير المستوردة لأغراض صناعية مجموعة استيراد هالسلعة بالصعودية سنة 2020 هو 97.5 مليار دولار أي 74.3% من الاستيراد بس إذا منقارنا مع أرقام الصادرات ما منلاقي في مشكل لأن الصادرات 185.7 مليار دولار والأرقام تقريباً هي متشابهة بالإمارات وبقطر اللي هي أبرز 3 اقتصادات بالخليج بس المشكلة بتبين وقت الواحد يدقق بها الصادرات مثلاً إنه من 185 مليار دولار صادرات 132 مليار منهم هي صادرات نفطية أي ما نسبته 71% من مجموعة الصادرات والنسب ترتفع وبتنخفض بين دولة نفطية وأخرى بين 55% ل 85% من مجموعة الصادرات تكون صادرات نفطية هيدا مشكلة بواجهين أولاً إنه عندك اقتصاد مبني على استهلاك سلع جزء كبير منها مستورد وتانياً إنه لتأمين الطلب الهائل على الاستهلاك عم ننفق من مورد طبيعي غير متجدد يعني بينتهي أو على القليل اللي بتضعف قدرته على تأمين كميات مرتفعة من العائدات بعد فترة من الوقت أغلب الدول الخليجية عم تسعى لمعالجة هالإشكاليات البنيوية بشكل اقتصادة من خلال مشاريع 2030 ومشاريع مستقبلية بتخفف من اعتماد الاقتصاد بشكل رئيسي عن النفط ولكن النقطة التانية هي هل ممكن نحافظ على مستويات استهلاك هي من الأعلى بالعالم وما فيه إدراء انتاجية محلية على تغطيطها هذه هي الأثمان اللي عم يدفع سكان العالم اليوم مقابل حياته الأكثر رفاها بتاريخ البشرية من الكلفة النفسية وتحولنا لآلات عم تبحث عن سعادتها وعن موقعها الاجتماعي ومعنى لحياتها من خلال الاستهلاك وما أنه البحث بالمكان الخاطئ طبعا ما راح نلاقيها عم نراكم مشاكل بيئيه إما بالنفايات أم بالتلوث أم باستنزاف سريع للموارد وعم نعرض مجتمعاتنا للاستهلاك بإنفاق الأموال المتوفرة للخارج ونزيد المخاطر المستقبلية على اقتصادنا هل بنتيجة هالحديث كله عم بقول أنه الاستهلاك شر مطلق؟ أبدا بالآخر شراء كتاب استهلاك مشاهدة هالفيديو حتى هو استهلاك مشاهدة مسرحية أم فيلم سينما استهلاك كله استهلاك جزء أساسي من عملية نمونا كبشر ما ممكن تحصل أساسا من دون الاستهلاك كل اللي عم بقوله أنه يمكن أحسن أنه يكون ناس بتستهلك لتعيش مش بتعيش لتستهلك أولا لأن كلفة الإسراف بالاستهلاك اليوم يمكن يدفعوا أولادنا بكرة تانيا لأنه فرط الاستهلاك هو مثل هالصورة لحدثان بيفصل بين دون 25 سنة هي استهلاك للحظات من الحماس والترقب لمبارات كرة تسلة والفرق بين أنك تستهلك لتعيش أما تعيش لتستهلك هو الفرق بين صورة الجمهور هون وصورة الجمهور هون جمهور عم بعيش لحظة بأنه يشهد عليها ويتفعل معها وجمهور كمان موجود بالملعب بس عم بصورها لا ينزلها على السوشيال ميديا بدل ما يعيشها بيصير همه ينشاف أنه هو عم بعيشها